باشر عبد المطلب وأصدقائه في دورة تدريبية لتعلم صيانة الهواتف النقالة ضمن برنامج تمكين العاطلين عن العمل في واسط وتدريبهم ومساعدتهم على إقامة مشاريع صغيرة فمن جئنا هنا مع الأساتذة ومع الطلاب اللي مثلا هم متقدمين علي قمت أعرفه وهي شغلات وهي تعلمي شغلات قدرت مثلا أرفع الآيسي مع الشحن أبدل الفلاته مع الشحن نقدر نفتح شاشة يعني شغلات الموبايل الأساسية المشاريع الصغيرة أكثر إثمار وأكثر يعني خنقول دخل بتورد لك أحسن مثلا خنقول قطاع الحكومة يطيقرات مثلا محدود أهل الطالبات أو المددربات إلى الحصول على شهادة معترف بها تقدر من خلالها تفتح مشاريع صغيرة كبداية طموح وتركز الدورات التدريبية المدعومة من برنامج الأغذية العالمية التابعي للأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تدريب أكثر من ستمائة شاب وشاب بواقع ثلاث عشرة ورشة موزعة في مجالات التقنيات الألكترونية والحاسوب وتعلم فن الخياطة والحلاقة وتحضير الأغذية فضلا عن تنمية المهارات الذهنية والمعلومات الفنية للمشاركين دينا خطة تدريبية مكثفة لأعداد هائلة الطاقة الاستعابية الموجودة عدنا قسمناها لتدريب على شكل وجبتين وجبة صباحية تبدى من ثمانية ونص إلى هداشة ونص والوجبة الثانية تبدى من هداشة ونص إلى ثنتين ونص سجلنا احنا تقريبا ألف ومئتين متدرب حصلنا موافقة من المنظمة بحدود من ستمائة وعشرين إلى ستمائة وخمسين متدرب اللي عدنا تقريبا نحن ستمائة وثمائة وعشرين متدرب ومركزنا بواسط وتأتي الدورات التدريبية المدعومة من برنامج الأغذية العالمي ضمن خطط الأمم المتحدة لدعم العاطلين عن العمل في محافظات عراقية من بينها واسط وبابل والأنبار والدوانية في وقت ما زالت فيه تقارير دولية تؤكد أن نسبة البطالة تسجل تصاعدا ملحوظا بنسبة فاقة العشرين في المئة للفئات العمرية المحصورة بين خمسة عشر عاما حتى الأربعين عاما ويسعى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عبر إقامة هذه الدورات إلى تمكين الشباب من كل الجنسين من تعلم المهارات المهنية الأساسية ومساعدتهم على فتح مشاريعهم الصغيرة أحمد الحسناوي الحرة واسط